طيب خلينا نتكلم كمان عن الفكرة النفسية اللي موجودة في الكتاب انتي تتكلمي عن فكرة نفسية مهمة جدا وهي وجود الشخصيات السامة في حياتنا وتحديدا في العلاقات العاطفية وزي ما قلنا أنا وانتي في البداية انه ما فيش حد ما تعرضش للقصة دي في حياته مش هزم يكون دلوقتي بس اكيد فيه قبلة واكيد فيه بعدة واكيد هو موجود في علاقة سامة دلوقتي انتي كانت ايه ما راجعك عشان تكتبي عن الكلام ده يعني اكيد اتكلمي اكيد قريتي عن الطيور كل صفة بتير ده معناها انك اكيد عملتي دراسة كاملة عن الطيور عشان تحضري ده وعشان تقدري تعرفي صفة كل طير ما راجعك النفسية كانت ايه عشان تعرفي تشرحي الشخصيات السامة بصي هو انا عموما بحب علم النفس من زمان يعني انا من اول رواية ليه كانت على فراش فرويد بتحتمي بالاجزاء النفسية دي لا على فراش فرويد اول رواية ليه قصلا كانت نفسي فانا كنت بقرأ لفرويد كتير وبدأت ان انا اعمل رواية قيمة عليها فانا بحب جدا اقرف علم النفس وده بقى بيتكون بالسنين تراكمات بقى القريات مع تراكمات الخبرة الحياتية ده بيدخل في بعضه تبتدي تعرفي حاجات انت وانت بتكتبين تبقاش عارفة اساسا هي تكونت فأني سنة كله بيتشبك في بعضه عارفة علم نفس ومش طيور بس انا كنت بقرأ في الفترة اللي انا كنت حكت فيها عن الحيوانات كنت بقرأ اي حاجة تقع تحت ايدي ليه علاقة بالحيوانات علشان ما كنتيش لسه يمكن قررتي بقى ما كنتش بقى انا مش عاملة تقري الوقاق بس ده انا وصلت مرحلة ان انا عاملة مثلا عن الايزبوت كائنت وفايلي كده في المية بيدخل للسمكة وياكل لسانها لحد ما يقع وهو يبقى لسانها تشبيهات كتير جوه الرواية كانت بتجيلي التفاصيل دي بالصدفة يعني في الاول كانت بتيجي انا عندي الفكرة بس لسه مش قوي الاقي خبر مصد اقوم داخل اريه احس انها دي صاين ليه علاقة بحاجة لا صاين انا هستخدمها فاكتبها على جامل فضلت فترة بحضر كده لحد لما بقيت خلاص حكتب الرواية وبدأت اقرأ وانا بكتب كمان براف يعني فيه اوقات كنت ببقى عندي مشاهد بس لسه الحيوان اللي عندي ما تكونش الاقيه جالي بسي في فترة الكتابة انت بيحصل لك حاجات وانت تربوتيها وتوصليها وتجمعيها مع بعض انا عارفة زي انت بسا مركزة في البرنامج دلوقتي انت مركزة كل طاقتك في ده ايه فكل حاجة حواليك بتتوظف لده بالظبط صحيح